السلام عليكم وعلى سهلا بكم فيديو جديد بما ان على وشك اصدار الايفون الجديد اللي هو الايفون 14 ونزوله في السوق واصداره من شركة قبل حبيت اللي انا عمل لكم الفيديو دوت وهو ازاي تقدر اللي انت تنقل البيانات بتاعتك كلها من جهازك الايفون القديم الى جهاز الايفون الجديد اللي هو الايفون 14 او اي جهاز ايفون انت اشتريته جديد ومعاك ايفون قديم وحابب اللي انت تنقل كل البيانات اللي موجودة عندك بما فيهم الاعدادات الصور التطبيقات الرسائل كل دوت تقدر تنقله بضغط زر واحدة من الايفون القديم الى الايفون الجديد قبل ما نبدأ الفيديو هنصلى على سيدنا محمد اللي أم صليه أصلم وبارك على سيدنا محمد دلوقتي انت لو اشتريت جهاز ايفون جديد اللي هو الايفون 14 هنقول مثلا ان دوت جهاز ايفون 14 وانت كنت بتستخدم جهاز ايفون 13 او 12 اي ان كان احنا هنقول ان دوت الجهاز الايفون القديم وده جهاز الايفون الجديد دلوقتي اول ما بتجيب جهاز الايفون الجديد بيجي معك بالشكل دوت بتختار من هنا اللغة بعد كده بتختار الدولة وبتبدأ اللي انت تزبط اعدادات جهازك الايفون ولكن انت دلوقتي حابب اللي انت تنقل كل البيانات ديت هاقول لك ازاي تنقلها هنختار كده هوت الدولة وبعد كده هتجي لنا الصفحة ديت هندوز دلوقتي على الاعدادات يا دويا وبعدين نتصل بشبكة الواي فاي لازم تكون شبكة واي فاي فيها سرعة النت جيدة معاك علشان تقدر لانت تنقل البيانات اللي موجودة على جهازك الايفون بشكل اسرع وبعد ما اتصل كده بشبكة الواي فاي هتعمل رجوع مرة تانية كده هتوقف عند الصفحة ديت بعد ما ترجع على الصفحة ديت بالشكل دوت هيزهر معاك في جهازك الايفون القديم هتخليه قريب من جهاز الايفون الجديد بالشكل دوت ومتصل بنفس شبكة الواي فاي وبعد كده هتجي لك الرسالة ديت على تليفونك الايفون القديم هتدوس هنا على المتابعة وتخلي جهاز الايفون الجديد على نفس الشاشة دي هيزر معك البركوت دوت او الرمز دوت هتاخد جهازك الايفون القديم بالشكل دوت وبعدين تحطه على جهاز الايفون الجديد كده هو وهتاخد مسحة للرمز دوت او البركوت دوت هيبدأ يقرأ كده جهاز الايفون القديم الرمز دوت ويبدأ يعمل اتصال بعد ما يعمل اتصال بالشكل دوت هيبدأ ان هو يتصل بجهاز الايفون الجديد ويبدأ ان هو ينقل البيانات هتتابع كده معايا الخطوات علشان ما تغلطش في حاجة ويحصل معاك مشكلة اثناء عملية نقل البيانات. هتسيب كده جهاز الايفون الجديد بيعمل اتصال زي ما انتم شايفين. هتسيبه زي ما هو. وبعدين ان اوات بيظهر معاك الاعدادات بتاعت جهازك الايفون. انت لو حابب اللي انت تضيف بصمة او تضيف مسلا رمز والحاجات دي هتعملها لو انت مش عايز هتدوس على اعدادات لاحقا وعدم استخدام. بعد كده هيظهر لك ان الرمز لو انت مش عايز برضه هتدوس على عدم استخدام او هتدخل الرمز اللي انت حابب تدخله جديد على جهازك الايفون. بعد كده هتدوس على عدم استخدام مسلا لو انت محبيتش اللي انت تدخل رمز دخول على جهازك الايفون الجديد. زي ما انتم شايفين هو هتحيظر معاك الاختيار دوت اللي هو نقل البيانات. هنختار نقل البيانات من الايفون. هيبدأ كده لن هو يعمل اعدادات جهازك الايفون الجديد دوت على الابل اي دي. بعد كده هيتطلب منك هنا اللي انت تدخل كلمة السر للابل ايدي اللي موجود على جهازك الايفون القديم هتدخل هنا كلمة السر بعد كده هتدوس على متابعة بعد كده هتجيلك الصفحة ديه تلايه الاحكام والشروط هتدوس على الموافقة بعد كده هتظهر لك الصفحة ديه تلايه اجعل هذا الايفون جهاز جديد هنا زي ما انتوا شايفين تحتها هو زي كل شيء قد تم اعداده كما كان على الهاتف الايفون الاخر اللي هو جهاز الايفون القديم هندوس على متابعة بعدين هندوس على متابعة مرة تانية بعدين على متابعة هيبدأ كده زي ما انتم شايفين ان هو ينقل كل البيانات والتطبيقات وكل حاجة عندك النوات على جهازك الايفون لجهاز الايفون الجديد بما في ذلك كمان لو انت عامل اعدادات على جهازك الايفون القديم دوت اعدادات مثلا في الصورة مثلا في الاضاءة بتاعت جهازك الايفون دوت في كلمات سر موجودة على جهاز الايفون القديم كل دوت هيتنقل معاك الى تليفون الايفون الجديد هتسيب كده الجهازين قريبين من بعض ومتصلين بنفس شبكة الواي فاي لحد ما تتم عملية نقل البيانات دية بتبع على حسب البيانات اللي موجودة عندك على تليفونك الايفون القديم لو مساحتها كبيرة هتاخد معك وقت كبير مثلا ساعتين تلاتة على حسب حجم البيانات اللي موجودة على جهازك الايفون القديم لو حجم البيانات دية صغير مش هياخد معك خمس دقايق وتلاقي عملية نقل البيانات دية تمت معك زي ما انتم شايفين اكتمل النقل على جهاز الايفون الجديد هيبدأ ان هو يتطفى ويشتغل معاك كدهوات عشان يبدأ ان هو ينصك الاعدادات وينصك التطبيقات اللي كانت موجودة على الايفون القديم الى الايفون الجديد هتسيبه كدهوة يكمل عملية ديت الاخر متدس على اي حاجة لحد ما يفتح معاك جهازك الايفون من اولو جديد زي ما انتم شايفين كده جهاز الايفون الجديد انتهى من عملية نقل البيانات من جهاز الايفون القديم لجهاز الايفون الجديد زي ما انتم شايفين تم اجتمال الاستعادة هندوس على متابعة وهنا في جهاز الايفون الاديم هندوس على متابعة كده خلاص احنا مش عايزينه في حاجة بعد كده هتبدأ من اوله جديد اللي انت تعمل الاعدادات بتاعتك على جهازك الايفون الجديد زي ما قلنا لو انت حابب تضيف بصمة احابب تضيف رمز الكلام ده كله هتبدأ اللي انت تعمل الاعدادات ديت على جهازك الايفون انا دلوقتي مش عايز استخدم اي حاجة من ديت. هدوس على عدم استخدام. وابدأ اللي انا اشغل كده جهاز الايفون الجديد. بعد كده هندوس على البد. زي ما انتو شايفين جهاز الايفون الاديم اتنقل لجهاز الايفون الجديد. كل حاجة. حتى الخلفية كل حاجة هتلاقيت نقلت معك بص التطبيقات هي هي اللي موجودة عندي انا هتبدأ اللي هي تتحمل من اوله جديد على جهاز الايفون. ولو التطبيقات ديت مسلا عليها كلمات سر او مسلا لعبة انت في مرحلة ما او كده هتلاقيها برضو مكملة معك على ايفون الجديد زي ما هي. كل البيانات اللي موجودة عندك رسائل مسلا على ايفونك القديم هتلاقيها اتنقلت معك على الايفون الجديد زي ما انتو شايفين كل حاجة هي موجودة تبكي الاصل اي يعني بصوا نسخة تبكي الاصل من الايفون القديم. في كل حاجة حتى مسلا في ترتيب التطبيقات هتلاقيها مترتبة زي ما انت كنت برتبة. كل حاجة زي ما انت كنت بتحبها على الايفون الاديم هتلاقي اتنقلت معك على الايفون الجديد. وبالطريقة دية انت مش محتاج لجهاز كمبيوتر عشان تنقل البيانات بتاعتك ولا اي حاجة. كل اللي عليك زي ما قلت لك اللي انت هتربط الجهازين الايفون الاديم الجديد بنفس شبكة الواي فاي اللي انت متصل بيها. وتقرب الجهازين من بعد زي ما انتم شايفين كدوات ويبقى انت كده نقلت كل البيانات واستفدت بوقتك انت لو جيت تنقل من على جهاز كمبيوتر هياخد معك وقت كبير وهتحتاج جهاز كمبيوتر هتحتاج برنامج اللي انت تنقل من عليه البيانات ديت ممكن تفقد اي حاجة من البيانات ديت اثناء عملية نقلها. الطريقة دي ات سهلة جدا وبسيطة حبيت اللي انا اشرحها لكم. ولو استفدت من الفيديو عجبك ياريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وشكرا لكم اشوفكم الفيديو الجاي.